بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا هذا أحد الأخوة بعثتنا فيديو السيارة مزايكي شراءها فيها سلطة مشكلة نسمع المشكلة متاعه وبعد نعطوه الشرح إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة هذا محرك 1.5 دي سي هذا محرك 1.5 دي سي هذا محرك هذا محرك جبارين نجحه بجداء نحن في جميع الدول نجح بجداء وردنا محطوه في المرسيدس هناك أثناء من لا يعجبهم أنا شخصيا يعجبني وأحسن محرك يعجبني 1.5 دي سي انا افضل من 1.9 افضل من الامبو اناف افضل من الديليتر افضل من الكل افضل من السيماس اللي هو في الديلفي هذا الديلفي نجح بجداء بجداء الصوت اللي موجود عنده هداية هو مربوط بين الكعبة فوسوار او انجكتر نعطي انا تحليلي ثمانين في المية انجكتر وعشرين في المية بوسوار كيف نحلو هذه المشكلة بسهولة تامة لا يوجد اشكالية اولا اولا نحو بالفيشة 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 بالانجكترات من الواحدة بالواحدة بالفيشة بالفيشة ونشوف الصوت يتنحها ولا لا عليه الزواجي بسعرار المعotoh حسنا لا تأذى الحقيقي ونبوص النجح بسعرار المو اقد اشتمر التورسي الارسل ثم نحّي فيها الكعبة كثيرا يجب أن تحلل المشكلة يجب أن تحشي مصمار يجب أن تحشي مصمار يجب أن تحشي مصمار يجب أن يجب أن تحشر الانشكتر فهو الأخير بحضر المشكلة فتح الانجكتر الثلاثة قد أقوم بعمل مصمار يكون أفضل إذا كان الصوت سكت في واحد منهم فتح الانجكتر الثلاثة ما تعمل؟ تأخذ الانجكتر لتقلبه إذا كانت لمشكلة في السيلندر كانت تقلب الانجكتر الثلاثة وكما تحبه وما تعمل لنفس العملية اذا كان الصوت تنقل على السيلندر في السيلندر الثلاثة وإذا كان الصوت في نفس المكان الذي وجدت فيه المشكلة لا أعطتها المشكلة في البرتية هذيك نجم يكون بسوار نجم يكون كعب السيباب نجم يكون أرب ركام من تاكل في عدة أسباب أما الرجح للسبب الكبير هو في الانجكتير هؤلاء الانجكتير لأن حتى رقلات السيباب ما فيهم فهما فيهم بسوار عادية تتحط طول وكهم هذا التحليل المتاعي ونشاهدوا التحليل الأخوة المتابعين إن شاء الله تنفعكم حالكم السلام عليكم وحضر بكاتو السلام عليكم وحضر بكاتو السلام عليكم وحضر بكاتو السلام عليكم وحضر بكاتو السلام عليكم السلام عليكم ب منتاعدي السلام عليكم شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة